طبعا مبروك لكل جمهور النادي الأهلي تأهل عن جذارة واستحقاق للمباراة النهائية والهدف في الآخر بيبقى دايما البطولة مش مجرد انك تتأهل لكن في الحقيقة الكل مبسوط مبارح لانه مش بس شاف نتيجة لا كمان شاف أداء طريقة لعب مميزة الشكل الأهلي في الملعب تقلق عدد كبير جدا من لعبين الكل كان في حالة تركيز عالية جدا وحالة جهازية عالية قوي 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 وبالتالي كانت النتيجة أن الأهلي فاز في مجموعة المطشين بنتيجة خمسة واحد إجابيات عديدة تحديدا من اللعبين يعني مثلا نيجي نتكلم عن بعض العناصر بخلاف الشناوي بقى الشناوي ده حاجة كده على جنب الوحده ما شاء الله عليه بالمناسبة تغييرته كانت ليه أو كانت إجراء احترازي بس ليس إلا لكن الشناوي سليم والأمور بالنسبة له جيدة لكن تعال بقى اتكلم على خط الدفاع أحمد فتحي ما شاء الله ياسر إبراهيم كمان أيمن أشرف من اللعبة المميزة جدا محمد هاني إيه محمد هاني ده ماشاء الله عليه ديانج ده كوالتي عالي قوي 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 ويكون دايما نتمنى أن الأهلي يتعاقد مع اللعبين اللي بالمستوى الرائع ده طبعا بتجيب أجنبي لازم ييجي يكون بمستوى ويكون إضافة للفرقة زي قاله ديانج السولية لغبار عليه طبعا من أفضل اللعبين في النادي الأهلي على مدار الفترة اللي فاتت كلها على مدار السنتين ثلاثة اللي فاتوا أفشة تطور جدا جدا مستوى هو أصلا مستوى كويس لكن يعني انسجام واضح ما بيده ما بيده مدير الفني مستر بيتسون موسماني هدف حسين الشحات ده بقى يعني فيه تعبير كده في الكرة يقولك لعيب رخم قوي هو لعيب في الكرة رخم حط جون حلو جدا 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 ومن خلاله يرجع حسين الشحات لمستوى بإذن الله للمعهود ويكون بداية كويسة بالنسبة له وبخلاف بقى طبعا الجاية ومروان محسن كلهم في حياء عملوا مباراة جيدة جدا الأفضل مستر بيتسون موسماني اللي قدر يفرد أسلوب وطريقة لعبه على اللاعبين واللي من خلالهم طبعا اللاعبين قدروا ينفذوها وبالتالي كانت النتيجة ان احنا منشوف النادي الأهلي بمستوى مميز جدا وأداء ونتيجة جيدة